الامام الصادق صلوات الله عليه يقول إن طلاق الثلاث لا يقع طلاقا ثلاثا رجل قاعد في بيته حدثت بينه مشاد وبين زوجته غضب يقول لها أنت طالق ثلاثا الامام الصادق يقول صلوات الله عليه هذا الطلاق الثلاث لا يقع طلاقا ثلاثا هذا اللو طلاق واحد اللو طلاق باطل على التفصيل المذكور في كتاب الطلاق وكم من البيوت تهدمت هذه المرأة تطلق ثلاثا تحرم على هذا الرجل حتى تنكح زوجا غيره وذلك الزوج الآخر يطلقها بملء اختياره مراد يطلق موحب يطلق هذا البيت الأول يتهدى الأولاد يتشردون ولكن الآخرون يقولون يقع الثلاثا هذه فتوى وهذه فتوى هذا الرأي وهذا الرأي طبعا بعيدا عن قضية الإمامة والنص الإلهي هذه ندعها لمحلها أي الفقهين أقرب إلى القرآن أنتوا عرب تفهمون القرآن القرآن الكريم يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن يقول في الآية اللاحقة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ماذا تفهمون من هذه الآية إذا قل لله أنت طالق ثلاثان الآية تنطبق الطلاق مرتان إذا قلت لكم قولوا لا إله إلا الله مرتين كيف تقولون إذا واحد قال لا إله إلا الله مرتين امتثل هذا الأمر لو ما امتثل لو لازم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله تكرار الله يقول الطلاق مرتان يعني مرتين يطلق إلى أن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد فإذا قال أنت طالق ثلاثان انطبقت الآية عليها لو ما انطبقت هل يوجب الحرم هذا الطلاق أو لا يوجب حتى تنكح زوجا غيره أي الفقهين أقرب إلى القرآن أي الفقهين أقرب إلى ما قاله النبي الأعظم النبي شنو كان يقول العجيب أنه بعض علماء المذاهب الأخرى عدلوا عن هذا الرأي هذا الرأي هو رأي الثاني النبي ما كان عند هذا الرأي الأول ما كان عند هذا الرأي الثاني في فترة من حكومته ما كان عند هذا الرأي بعدين يتغير الرأي قال اجعلوا الطلقات الثلاث يعني ثلاثا اجعلوها ثلاثا اشتركوا في القناة